عارف أنا ساعات يعني أنا دايما معديش مشكلة إن المواطن يسأل أنا ساعات بس ببقى فيه جاي في دماغي فكرة من إمتى؟ وبعدين ماهو أبهاتنا وأمهاتنا يا ما اشتروا شهادات أمال يعني كبرونا وعلمونا منين؟ ما إحنا مش أولاد مليونيرات يعني ده على سبيل مثال من إمتى؟ في حالة من حالات القلق والخيفة والتربص والتوجس المستمر يعني على ما يبدو أن هناك إعلاما موازيا يشيع الفساد في الأرض أو الفساد في العقول هو يريد يكون إعلام موازيا يعني نقدر نقول عليه إعلام افتراضي إعلام من الخيال إعلام بيروج الإشعاعات عشان كده أنا دايما بقول إن يعني الإشعاع دي يمكن نقول عليها أول جند من جنود العدو والإشعاع دي ما يصدقهاش غير البلهاء والسزة الإشعاعات الماقتصادية دي بالذات يمكن ديها تأثير طبعا لها أصار اجتماعية لأن الناس ببتدي تتاولها بيباليها طبعا تأثير خطأ واللي بيطلق الإشعاعات اللي من النوع ده برضو يعني بيسعى أنه هو يلمس نقطة معينة ويسعى أيضا أنه هو يدمر فكرة معينة لدى المواطنين فإشعاعات الاقتصادية من أيام كنت بتحفر قناة السويس دي المراكب فيها بتتقلب دي الناس فيها بتغرق وشهد القناة السويس دي مش هرجعو لكم فلوسكم وشهد القناة السويس دي مش هترجع كل مشاريع الشركات الكبرى بتنسحب من العاصمة الإدارية ده مش عارف دولة ايه عملت ايه كلام من النوع ده مش هينتهي وهيستمر ونخلص من إشاعة نجاوب عليها تخش في الإشاعة الوراها وتخلص من إشاعة تخش في سيل من الإشاعة أنا فاكر مرة مجلس الوزراء أتكلم قال إن هو يعني اكتشف أو حصر إن كان فيه 21 ألف إشاعة في طال الشهور 21 ألف إشاعة يعني يعني الإشاعات اللي من النوع ده هتكون موجودة طبعا التشكيك في مصر والتشكيك في الاقتصاد المصري يعني الكلام ده كله هتلاقيه طبعا موجود ويتدوله طبعا المواطن يعني بردو متخصصين وكل واحد مختص في مجاله بردو يعني أنا ضد إن يعني غير متخصصين يتكلموا في أمور فنية وحساسة زي كده إن الكلام في الاقتصاد بردو حساس شوية طبعا وإن الكلام فيه يكون بحدود وحساب علشان ما يجيش مواطن يمسك في كلمة ويبتدي يرتب عليها أفكار في دماغه أيضا الأوقات اللي زي كده إنه محتاجة نوع نوع الترابط يعني وليس فقط ضر الحكومات ولكن المواطنين يعني إحنا إحنا إذا كنا دائما بنقول إن المواطن يرشد الاستهلاك والحكومة أيضا ومطالبة إنه يترشد الاستهلاك وتقلل أفاق الحكومي طبعا والبزخ والمواكب المسؤولين ده كله ده أيضا يتقلل إن الحكومة دي قدوة شعبها لو المواطن شاهد الحكومة فعلا بتقلل والمسؤولين بيقللوا أفاق هم ومفيش بزخ هيتقبل الموضوع وهيصدق فعلا مش أنا قولنا حكاية المواكب دي خلصت من بات يعني الناس دي من النقط برضو اللي بيتكلموا فيها دي من النقط اللي من الناس بتتكلم فيها فهي بتبه موضوع متكامل ليس فقط حكومات ولكن أفراد ومواطنين ورفع درجة الواعي لديهم طيب موسيقى